حياكم بالزبدة معكم خالد واليوم راح نشوف ال HTC Vive Virtual Reality قلت بسوي الانبوكسنج معاكم الحين اول شي لاحظت ان الكرتونة عملاقة Powered by Steam VR HTC VR Capable Computer يعني لازم يكون عندك كرت شاشة قوية انا راح شغلها على 980Ti وراح سوي لكم عنها عرض صغير في فيديو ثاني لكن الفيديو هذا راح يوريكم بس الانبوكسنج وحو ويت 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 صفحة كبيرة توريك كل القطع اللي موجودة داخل الكرتون في بالعربي وبالانجليزي وباللغات الثانية اول شي راح نشوف بالكرتون عندنا قطعة HTC طبعا هذي لا يسمونهم رسيفر او السنسرات اللي تحطهم حواليك علشان يشوفون موقعك انت ولمن تتحرك في الغرفة من ورا فيهم وصلاتهم يدت الـ HTC Vive في يدتين عندنا هني شكل غريب جدا HTC Vive الـ Virtual Reality Headset نفسها بعد الكرتون في وائر كهربة وائر هم كهربة ثانية كيبل كهربة ثاني كيبل كهربة وائد اغراض وائد شغلات بالكرتونة وشذي احنا اوه في بعد شغلات ثانية راح اخذ الكرتونة واخليها على الجنب مثل ما تشوفون الاغراض ما تكفي فريم الكاميرا من كذر ما فيه وايرات وسنسرز وشغلات حق الـ HTC Vive لكن اوه شي بوريكمية هي اليد دمات الـ HTC Vive عندنا هني مثل تراك باد عندك دقمة من تحت وعندك ايضا دقم على السايد الكواليتي مالة الأشياء هذي جدا جدا عالية وتيضح الـ HTC Vive بشديد والصراحة انا حدي حدي متشوق اراح اصوي فيديو ثاني عن تجربتي انا مع الـ HTC Vive اذا عجبكم هذو الفيديو سوواوا لايك وسوواوا سبسكرايب السبسكرايب مهم جدا علشان أكمل أسوي معاكم هذه الفيديوهات أوريكم هذه الأجهزة أعطيكم خبرتي في هذه الأجهزة أحياكم بالزبت